وعشان كده وراها تقول قال إن كان لكم غير مرة وتحذب في قلوبكم فلا تفتخر وتجذبوا على الحق ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية طب انت عايز تخلي الحكمة اللي عندك واحد بيكتب مقالة نارية بيخبط في الناس الكبير والصغير ويبرج للدنيا يقول لك أنا عملت النهاردة برينستورمج عملت عاصف ذهني وبرجلت الناس طب فرحان بإيه دي الحكمة دي أرضية نفسانية شيطانية أرضية يعني مش ما عندي ربنا نفسانية يعني هي بتغذي ذاتك عشان تبقى أنت اللي عملت اللي ما تعملش وشيطانية لأن الشيطان عملي يغذيها عشان يجد خصومات بين الناس حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش وكل أمر رديع طب العكس بقى الحكمة التي من فوق من الروح الكدس إيه موصفاتها قالك أولا طاهرة الحكمة الطاهرة معناها إيه مش عايز حاجة أنا مش عايز حاجة إنسان الطاهر مش بس في هواحي الجنسية يعني الطاهر معناها مش عايز حاجة نضيف مش عايز فايدة من الناس مش عايز مديح مش عايز سمعة مش عايز حاجة هو بيخدمك من أجل ذاتك بيخدم ربنا عشان خاطر ربنا لكنه مش عايز حاجة فدي اسمها الحكمة الطاهرة ثم مسالمة إن على قد ما تقدر تسالم الناس حتى المخالفين لك في الفكر وقدم الإيد البيضة جايز في يوم من الأيام تجيب نتيجة مترفقة الحكمة بتاعة الروح الكدس طاهرة مسالمة مترفقة مترفقة طبعا واضح إن الواحد يترفق بالناس خليك حكيم مذعنة الإذعان معناها الخضوع مش اللي بيبائر وبيقاوح وبيكابر وبيكسر وبيعتبر كل غلطان وهو بس اللي صح مملوقة رحمة الحكمة مملوقة رحمة وأثمارا صالحة الثمر الصالح إن أنت تدخل الخادم الحكيم الكاهن الحكيم الأب الحكيم في بيته تلاقي الثمرة إن الناس اللي خدامهم طالعين إدسين أثمار صالح التاني المتمرد اللي هو الحكمة بتاعته أرضية نفسانية شيطانية يطلع كمية ثورات اللي بيتعلموا منه يطلعوا متمردين يطلعوا مش عجبهم حاجة ومتشككين وحتى ربنا نفسه بيطعنوا فيه ويقودهم للإلحاد لأنه هو مش عجبه أي عقيدة في الكنيسة عمالي خبط وبحجة الدفاع عن الإيمان يكسر الإيمان عشان كده إيه الثمر بتاعته الحكمة برضو هنا يقول عديمة الريب والرياء وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام حكمة نفسي يا رب تديني حكمة وتدي كل إنسان حكمة بس برضو أأكد لكم هتعمل زي الإبن الضار عايز تعبّل برميل حكمة وتمشي وتسيب ربنا ولا تخليك جائم بأبوك تفتح الحنفية كل دقيقة وتقوله ديني حكمة في الكلام ديني حكمة في التصرف أرد عليهم وقول لهم إيه أرد ولا ما أردش أرد دريقتي ولا بعدين أروح المشواردة ولا ما أروحش ألبس دولة بلاش منه مش حلو حكمة عايزة حكمة من ربنا في كل موقف صغير ولا كبير أثره عظيم ولا أثره بسيط إلجع ربنا أقوله أعمل إيه يبخت الإنسان اللي جنبه أب حكيم يرشده موقف بموقف لكن أنا مش هلاقيه كل دقيقة مهما كان عندك أب مرشد جميل وبيديك حكمة وبيديك تصرفات حسنة مش هتلاقيه كل دقيقة اللي هتلاقيه كل دقيقة هو ربنا هيخليه جنب الينبوع جنب الحنفاي موسيقى